السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله نحضر مع بعض حلوة تركي من كوباية دقيق وازازة مية فضية هنحضرها فيقل من خمس دقيق طعمها لذيذ جدا جدا وشكلها تخفى يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة هنعملها ايه اول حاجة نعملها الشربات معيار الشربات معينا كوبايتين سكر وبنفس الكوباية اللي عيرت بيها السكر هعاير بيها المية معينا كوبايتين مية طبعا كده بعد كده حط الشربات على نار عالية اول لما يبدأ يغلي معي رح جاي عصر عليه نص لامونة وهسيبه يغلي لمدة عشر دقيق وبعد عشر دقيق هطف عليه واروح جاي حطار الفليلية واسيبه يبرد تماما يبقى كده خلاص الشربات بتاعنا جاهز معينا وبقى زي الفل تمام كده تعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده معينا طبعا ازازة مية او ازازة حاجة سعى المهم تكون ازازة صغيرة عشان تقدر يتحكمي فيها وتشتغلي بيها بكل سهولة جبت السكينة حمتها على النار وبعد كده رح تجيع حتى فتح بقى في الغطى بتاع الازازة بالشكل ده على شكل مسلسات زي ما انت شايفاها تمام كده سهلة جدا وبسيطة اهم حاجة سخاني بس السكينة على النار وتشتغلي بيها تعمل معاك على طول بعد كده بقى هنجهز مع بعض العجينة معينا كوبايتين مية وبعد كده هضفت عليهم معلقة السكر صغيرة وربع معلقة ملح صغيرة وكمان معينا كيز فليليا وهقلبهم كويس جدا لغاية السكر والملح والفليا لما يدوبوا معينا تماما كل ده طبعا على البارد هروح جاية ضيفة عليهم كوبايتين دقيق بنفس الكوباية اللي عيرت بيها المية وهنا بقى ضفت عليهم ثلاث معالي زيت وهبدأ بقى أقلب كده دقيق مع المية كده كويس جدا كده قبل ما ارفع العجينة بتاعتي على النار هقلبها كده تقلبها كويسة كده عشان خاطر يديه معي بقاش فيه تكتلات ولا اي حاجة خالص بعد كده حطيته بقى على نار متوسطة وبدأت بقى أقلب بالشكل ده هفضل أقلب كده لغاية السويل دي كلها ما تختفي والعجينة بتاعتي تلمي كده تبقى كورة بالشكل ده زي ما انت شايفها وفيهاش اي تكتلات وطرية جدا جدا زي ما انت شايفها كده واستوت معانا وبقت زي الفلة هون حلوة قوي كده هلمها بقى على شكل كورة وروح جاي حطاها في الطبق وهبدأ اشتغل بها على طول وهي سخنة بس طبعا هغطيها عشان ما تبردش مني وهاخد منها واشتغل على طول هبدأ بقى حاجة هبرمها كده زي ما انت شايفها كده وروح جاي حطاها على طول في الازازة الحركة دي سهلة جدا هتخلي العجينة على طول تنزل معاك في قلب الازازة اهو تاخد قطعة وتروح جاي كده لفها كده على ايدك وتروح جاي دخلها جوه الازازة تمام زي الفل كده خلاص هتحط بقى كمية المناسبة بتاتك اللي انت عايزها وبعد كده تعالي بقى نشوفها نشكلها ازاي طبعا بدأت بقى شكلها كده بالازازة زي ما انا قلت لكم اهو بروح جاي ضغط عليها ونزل العجينة واقفلها وخلاص كده زي ما انت شايفها كده بس بصراحة الحركة دي تعبت ايدي بطريقة ان الازازة نشفة والعجين بينزل بلنها بصعوبة فبجد تعبتني جدا جدا رحت جاي قطع الازازة وبدأت بقى ايه ادخل ايدي كده من جوه من نص الازازة كده وزق العجين بايداية واروح جاي ايه عاملها طبعا الشكل ما كانش عاجبني قلت تب ما اجرب حاجة تانية رحت جاي باقمع بتاع الكريم جنطي طبعا موجود في كل بيت يعني اكيد وقلت بقى ايه اجرب بيه هو رحت جاي حط العجين برضو زي ما كنت عاملة في الازازة برضو مقسمتها نصين كنت عامل نفس الحركة كده بحط العجين وزقه هنا برضو حطت العجين وبدأت برضو زقه كده بالشكل ده ولفه على شكل دايرة واروح جاي اقفلها حلوة اوي سهلة وبسيطة يعني ما تعبتنيش في اي حاجة الحركة دي سواء دي او دي بس الاولنية لما كانت الازازة كاملة لأ بصراحة تعبتني جدا جدا هنا بقى قلت اعمل شكل تاني جبت ايه آآ عجينة ولفتها كده زي ما انت شايفها وبعد كده احتجاء لفها جواب بعضيها عملتها ايه ضفيرة زي ما انت شايفها كده هنا بقى حطت الزيت على النار اول لما سخن معايا بدأت تنزل كده ايه بالحلوة بتاعتنا حطتها يدبك كده اغط لون معانا كويس جدا كده وهفضتها اقلب فيها اول لما تلاقيها اخدت لون قلبي فيها براحتك بس طول ما هي ما خدتش لون ما تقلبيش فيها خالص عشان ما تتهرش منك وتتكسر في قلب الزيت بعد كده بقى طلعي الحلوة على طول على الشربات وهي سخنة كده وطعم الشربات برد معايا هقلبها تقلبتين ونحققها مطلعها في الطبق بتاعنا اللي انا هقدم فيه تمام؟ وهنا برضو حطيت شوية تاني واول برضو ما بدأ ياخد معايا لون بدأ تقلب فيه اهو بالشكل ده تمام كده ياخد اللون المزبوط اللي انا عايزاه هرح جاية شايلاء على طول حطاه على الشربات وهقلبه تقلبتين ورح جاية برضو شايلاء هنا بقى الشكل التاني كنت عاملاله هو شكل الضفاير حطيته هو كمان اهو ياخد برضو لون معايا كده بسيط وهرح جاية برضو جاية شايلاء وحطاه في الشربات وقلبه برضو تقلبتين وخلاص كده وده الحلوة بتاعتنا سهلة وبسيطة وسريعة وفعلا طعمها لذيذ جدا جدا تستهل التجربة بس هو المشكلة في التشكيلة بتاعتها اول اه اول تشكيلة شكلتها بالازازة اه فعلا هيكت صعبة جدا بس لو انت ايدك بقى قوية وتقدر تستحملي وتدوس عليها جامد تمام مش هتقدر يبقى تقصي الازازة زي ما انا قلتلك اه نصين كده وتروح جاية حط العجينة وتضغطي كده بيديك العجين هينزل من الازازة وسهلة جدا وبسيطة لان ما تعملها باي قمع موجودة عندك في البيت قمع كريم جانطية واي قمع تاني تمام؟ طعم اتعطا بصي يا طعمها عامل زي اكنك بتاكلي اللي هي الزلابية نفس الطعم والشكل واللون وكل حاجة بصراحة طح في حاجة حلوة كده ومش مكلفة وبسيطة وسريعة يا رب الوصفة بتاعتي تكون عاجبتكم النهاردة متنسوش تحطي لايك على الفيديو متنسوش دعموني على قناتي على اليوتيوب مطبخهم مسلسبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة